وأعراضه وعلاماته ثم تدبيره وما ظهر من مستجداته فإن علم المريض بمرضه يكاد يكون نصف العلاج إذ يجعل المريض على دراية عامة بمرضه وما كشف الله لأولي العلم من أحواله وما يلهمه المقدرة على الصبر والتعامل مع أعراضه ويجعله مستعدا لما قد يطرأ من عواقبه ثم يكون المريض نفسه هو أمل غيره من المرضى بما يضيفه من تجربته باستمزال أسراب الشفاء المالكها جل وعلا وإنا لنعلم أن في المرضى من يعلم عن التصلب النويحي أكثر مما يعلمه الأطباء لمعاناته المرضى واشتغاله بذلك ولكن فيهم من هو قريب عهد بالمرض وكل الطرفين مستفيد بإذن الله وهذه الندوة هي ساجر لسابقاتها وتبع وأود نهاية أن أشكر لكم نجيئكم على ما قد يكون جر عليكم من المشقة والعمت وأشكر كل من كان له يد وباع في عقل هذه الندوة والترتيب لها فإن المولى لنا جميعا حصل العافية وتمام الصحة وهو وحده غير من سؤل وما خال عبد الرجاء